جملة تطورات أخذت تعيد البرنامج النووي الإيراني إلى واجهة الاهتمام الدولي في محاولة من قبل نظام طهران لكسب أوراق ضغط جديدة من شأنها أن تفرض شروطها على المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية الجديدة آخر التطورات النووية الإيرانية حتى اللحظة هو بدء عملية إنتاج اليورانيوم المعدني وفق المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفايل جروسي الذي أكد أن طهران أنتجت كمية من هذا الصنف من اليورانيوم تبلغ 3.6 جرامات في الثامن من شهر شباط الجاري في منشأة نووية تخضع لتفتيش الوكالة الدولية في مدينة أصفهان ويستخدم اليورانيوم المعدني بدرجة أساسية في إنتاج الرؤوس النووية للصواريخ الباليستية لكن إيران تزعم أنها تريد استخدامه في المجال الطبي لإنتاج أدوية مشععة لمعالجة مرضى السرطان إلا أن ذلك لم يتم تحت إشراف رقابة طبية دولية أو بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وبغض النظر عن الادعاء الإيراني فمجرد القيام بهذه الخطوة في هذا التوقيت الزمني الذي يشهد توترا متصاعدا بين طهران والغرب على خلفية الموقف من تنفيذ الاتفاق النووي يأخذ أبعادا سياسية ومن هنا يبدو أن إيران تسعى إلى زيادة وطيرة الضغط على الإدارة الأمريكية الجديدة والأطراف الأوروبية لإجبارها على العودة إلى الاتفاق النووي بنسخة أوباما وبهذا التصعيد أصبحت إيران تحرج حلفائها مثل روسيا التي عبرت عن أسافها لتخصيب اليورانيوم المعدني وأقرت أن هذه الخطوة ستعقد رفع العقوبات عن إيران فضلا عن دول أوروبية لم تبدي موقفا متشددا مع إيران خلال فترة إدارة ترامب حذرت هي الأخرى إيران من المضي بخطوات تصعيدية تقطع آمال أي اتفاق محتمل ويبقى الرأي الراجح عند المراقبين أن إيران بدأت تستشعر خيبة آمل من سياسات بايدن المحتملات جاهها ولذلك تسعى إلى زيادة جرعة الضغوط في معترك المفاوضات